إلى فتاكن وأكثر خطورة تحول تهديد سلاح المسيرات التي يزيد حزب الله من استخدامه أخيراً في مواجهة الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية عند الحدود مع لبنان ولسيما في ظل حديث خبراء عن تمثيله تحدياً للمنظومات الإسرائيلية يصعب على الجيش الإسرائيلي مواجهته تهديد المسيرات تحول في الأشهر الأخيرة إلى فتاكن ومألوف جداً في الهجمات التي ينفذها حزب الله نحو شمال إسرائيل حيث بات يحصد أرواح جنود وتحول إلى تحدي كبير لتشكيل الدفاع الجوي هذا السلاح الخاص بحزب الله يقلق إسرائيل كثيراً تشخيص حزب الله نقاط الضعف في التشكيل الجوي الإسرائيلي واستهدافه مواقع استراتيجية حساسة بمسيارات تتملص من الرادار أصبح خطراً فعلياً على جنود الجيش الإسرائيلي بحسب محللين إسرائيليين الذين رأوا أن حزب الله يستغل المعركة الحالية لفحص ودرس قدرات الجيش الإسرائيلي الكثير من الإنذارات في الشمال هو نتيجة تهديد المسيارات التي يملك حزب الله أنواع متعددة منها وبحسب كلام مدير معهد علما فأن حزب الله يستغل المعركة الحالية من أجل دراسة قدرات الجيش الإسرائيلي ويستعد للحرب الحقيقية هناك كثير من الانتقادات وكل من هو موجود في منطقة الحدود يعرف أن مسيرات حزب الله تدخل أراضينا تصور وتجمع معلومات وللأسف لا يوجد رد إسرائيلي جيد في كثير من الأحيان غياب الحسم في الشمال دفع معلقين إلى القول أن إسرائيل بعيدة كل البعد عن تحقيق نصر استراتيجي في المعركة والأخطر من ذلك كله وفقا لهم أن إسرائيل بدأت تخسر الشمال حيث نجح حزب الله في خلق ظاهرة لم تشهد إسرائيل مثيلا لها من قبل مع وجود مائة ألف مستوطن من الشمال لاجئين داخل بلادهم وإعلان قسم كبير منهم هجره الشمال تماما بعد انتهاء المعارك منال إسماعيل الميادين